موسيقى انتقدت البرلمانية الكولومبية باولا هولغين اقدام حكومة بلادها برئاسة غوستافو بيدرو اوريغو وبعد قرابة ثلاثة عقودة على اعادة علاقاتها مع عصابة البوليثاريو الانفصالية وعبرت هولغين عضو مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا منذ سنة 2014 عن حزب الوسط الديمقراطية في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر عن استغرابها لإقدام حكومة بلادها بعد أيام قليلة من تنصيب غوستافو بيدرو اوريغو على اعادة العلاقات مع ما يسمى بجمهورية الوهمة الكيان الذي لا تعترف به الأمم المتحدة وترفض التصويت ضد ديكتاتورية أوريغا رغم الانتياكات الجثيمة لحقوق الإنسان ومن جانبها نشرت ثافرة المغرب لدى كولومبيا والإكوادور فريد الوداي على صفحتها بموقع تويتر تدوينة باللغة الإسبانية تقول فيها لا تتوهم بيان أو عدم وجوده الصحراء مغربية وستظل مغربية حتى آخر حبة من رمالها ويدكر أن اليساري غوستافو بيدرو اوريغو الذي جرى تنصيب رسميا رئيسا لكولومبيا بداية الأسبوع الماضية وضع ضمن أولى القرارات التي اتخذها مباشرة بعد وصول إلى الرئاسة استئناف العلاقات المجمدة مع عصبة البوليساريو الانفصالية ويشار إلى أنه بعد سحب عدد من الدول الإفريقية اعترافها بعصبة الرابوني بل فتحت قنصليات في مدينتي الداخل والعيون في الصحراء المغربية تبقى بعض دول المنطقة أمريكا اللاتينية آخر معاقل العصبة بدعم كبير من حليفة الجزائر وفي خبر آخر يتسبب قطع النظام العسكري الجزائري لعلاقاته مع إسبانيا إثر تغيير مدريد لموقفه بشأن الصحراء المغربية خسائر فادحة حيث طالت الأزمة السياسية التي اندلعت منذ نحو سبعين يوما العلاقات التجارية وأوضحت يومية اندبينتي الإسبانية أن كل شيء توقف مشيرة إلى أن القلق يتزايد بين رجال الأعمال الإسبان والجزائريين المتضررين من الشلل في العلاقات وتابعتنا المفاوضات بين الجانبين لرفع الحضر على التجارة لم تؤتي أكلها وباتت الجزائر تنتظر تغييرا في الحكومة الإسبانية لأنها فقدت التقى في الحكومة الحالية التي يقود والاشتراكي بيرو سانشيذ في وقت يستبعد أن تتراجع إسبانيا لأن موقفة من الصحراء المغربية هو موقف دولة وليس موقفا خاصا بالحكومة الإسبانية أو رئيسها ولذلك يتوقع أن تطول الأزمة ويرى المحلل الجزائري المعارضة وليد كبير في تصريحات صحفية أن تخفيض كميات الغاز الجزائرية إلى إسبانيا عبر إغلاق الأنبوب المغربية الأوروبية كلف النظام العسكرية التأثير التي كانت تمارسه في القرار السياسي الأوروبي وكان رئيس الدائرة الجزائرية الإسبانية لتجارة والصناعة جمال الدين بو عبد الله قد كشف يوم الأحد الماضي أن رجال الأعمال الجزائريين نفد صبرهم إذاء الصعوبات المستمرة في الاستيراد من إسبانيا محذرا من فترة حرجة لأن المخذونات آخذتنا في النفاد ويدكر أن قطع نظام العسكرية الجزائرية لعلاقاته مع إسبانيا زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد رغم محاولة جنرالات قصر المرادية الترويج لعكس ذلك البيرو تقرر سحب الاعتراب بجمهورية الوهمة وقطع العلاقات معها بعد سنة من قرارها استئناف علاقاتها مع عصابة البوليساريو قررت جمهورية البيرو ثحب اعترافها بجمهورية الخيام في تندوف وقطع علاقاتها معها حيث أعلنت وزارة الخارجية البيروفية ثحب الاعتراف وقطع جميع العلاقات وأوضحت خارجية البيرو في بلاغ لها أن هذا القرار جاء بعد المكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزير خارجية جمهورية بيرو ميغيل أنخار رودريغيذ مكاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا وجاء في البلاغ أنه توافقا مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميطاق الأمم المتحدة ومع الاحترام الكامل لمبادئ الثلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودعم للجهود التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التوصل إلى حل سياسي ووقعي ودائم وتوافق للخلاف حول الصحراء وبما أنه لا توجد علاقة ثنائية فعالة حتى الآن قررت حكومة جمهورية البيرو ثحب الاعتراف بهذه الجمهورية وقطع جميع العلاقات مع هذا الكينة وأوضح البلاغ أنه سيتم اختار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار وأكد أن حكومة جمهورية البيرو وفق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الثحراء تقدر وتحترم وحدة أراضي المملكة المغربية والثيادات الوطنية فضلا عن مقترح الحكم الداتية وتابع المصدر أن الحكومتان اتفقتا على تعذيذ علاقات ماتنائية من خلال التوقيع الفوري على خريطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورة الثياسية المنتظمة والتعاون الفعال في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقة والذراع والاسمدة وكانت جمهورية البيرو قد قررت استئناف علاقاتها مع عصابة البوليساريو في شتنبر 2021 عقب استقبل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو وزير خارجية العصابة محمد سالمولتسالك وقبل ذلك وفي شهر شتنبر من سنة 2017 قررت الشرطة البيروفية منع السفيرة البوليساريو في البيرو خديجة المختارة من مغادرة مطار العاصمة ليما ودخول البلاد وحاولت القيادة الانفصالية عن ذاك الدغط على السلطات البيروفية وقررت الدخول في إضراب عن الطعام في محاولة منها لتكرار السيناريو أمينة حيدر سنة 2009 حينما دخلت في إضراب عن الطعام في مطار لانثاروت الإسبانية بجزر الكناري بعد قرار المغرب منعها من دخول البلاد وبعد أيام من ذلك قررت السلطات الأمنية البيروفية طردها إلى إسبانيا بعد أن رفضت إمكانية ترحيل جوانا ومجانا باتجاه مدريدة كما أنها لم تقبل لاحقا إمكانية الثماح لها بالدخول إلى البلاد شريطة الالتزام الثريح بالقيام بما يدخل في خانة الأنشطة الثياحية فقط يذكر أن البيرو كانت قد علقت اعترافها بجمهورية الوهم سنة 1996 خلال فترة حكم الرئيس ألبيرتو فوغيموري وهو ما حافظ عليه خلفائه بعده أليخاندرو توليدو وأنري جارسيا بيريز وأولانتا هومالا والرئيس بيدرو بابلو كوكزينيسك الذي تولى رئاسة البلاد في يوليوز من سنة 2016 وعلى إثر هذا القرار أصدرت خارجية المغرب بلاغا ترحب فيه بقرار البيرو سحب اعترافيا بالجمهورية الصحراوية المذعومة والذي تم قبل ثنة ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الداتية وقالت أن هذا القرار يأتي على إثر المحادثة الهاتفية التي أجرع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجة السيد ناصر بوريطا مع وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد ميغال أنخا رودريغيز مكايا المملكة المغربية تعرب عن تقديرها وإشادتها بقرار جمهورية البيرو الذي يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذا البلد الصديق هذا القرار سيمكن من تعميق التشاور السياسي وتعزيز التعاون القطاعي خاصة في مجالات الفلاحة والأثمدة وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ مبادرات الملموسة في القريب العاجل بفضل المبادرات التي تم اتخاذه خلال الثنوات الأخيرة بتعليمات ثامية من صاحب الجلالة الملك محمد الثادث سحبت العديد من البلدان اعترافها بالكين الوهمية وهكذا فمن بين 193 بلدا عدوا في الأمم المتحدة 84% منها لا تعترف بالشمهورية الوهمية أي ثلثين البلدان الإفريقية 68% من بلدان أمريكا اللاتينية والكريبي 96% من البلدان الأسيوية 100% من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية اشتركوا في القناة